نبدأ بنشاط السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس التنفيذي لشركة بيكتل الأمريكية برندان بيكتل حيث أكدت السيد الرئيس على عمق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة في المجالات كافة ووجه بمواصلة التنسيق والتعاون مع شركة بيكتل بهدف تطوير أنشطتها في مصر خاصة في مجالي الطاقة والنقل وأصلح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي اطلع على تفاصيل المشروع القومي المزمع إقامته بالشراكة بين قطاع البترول وشركة بيكتل لإنشاء مجمع للبترو كيمويات في المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس والذي يعد الأطخم من نوعه في المنطقة بقيمة استثمارية تبلغ حوالي 7 مليارات ونصف مليار دولار من جانبه أكد رئيس شركة بيكتل أن مصر تأتي في مقدمة الدول التي توليها الشركة الأمريكية اهتماما بتطوير الاستثمار فيها اشتركوا في القناة